ليه بقى قلت لي فتوح مش حمدي رغم ان حمدي فيتوري اعتمد عليه اكتر الفترات اللي الماضية ليه فتوح فتوح في طريقة اللعبة بتاعة 4-3-3 الباك العصري اللي دايما بيخش لجوه الملعب ما بيشتغلش من على الطرف هو سايب الطرف ده تماما الحتة بتاعة الطرف هتشوف لقطات لفتوح بشكل كبير جدا هتتفرج عليه دي الكرة الوحيدة اللي هو فيها على الطرف بيقدر يشتغل بشكل كويس انما فيه فترات كبيرة جدا هتتفرج على فتوح وهو بيشتغل بيشتغل دايما من قلب الملعب يعني بيخش في قلب الملعب لجوه وبالزبط كده وده كمان اللقطات دي هتلاقيها هو بيشتغل كتير منها مع ناد الزمالك يعني مش مع المنتخب بس وعنده مهارة يعني دايما بيخلي الترزجيزة ما انت شايف هو اللي فتح لبرة وهو دايما هو اللي في قلب الملعب بيخش يعمل الخطورة في قلب الملعب فدي طريقة اللعب ان الباك يخش الجوه والهوف هو اللي يفتح لبرة بالزبطة بس فتوح فين بس هنا في فرموته العادية هيقدر يجيب منها بشكل كبير جول تعال اتفرج على مبارات الزمالك وصراميك اتفرج بس فتوح بيخش في قلب الملعب بانهي شكل بالشكل ده عشان يعمل كسافة هجومية عددية قدر يجيب منها جول في مبارات طلاق الجيش نفس الكلام هتتفرج على اللقطة دي بس بيخش في قلب الملعب منين عشان ياخد القرة التانية عشان يحرز منها هدف هو مش باك اللي هو بيقف على الخط بالزبط كده ما بيشتغلش من على الخط بيشتغل من قلب الملعب ودي طريقة اللعبة تاعت اربعة اللي دخل الباك لجوه عشان يبتدي يسرع انتباهات الخصب ويشتغل هو الهاف هو اللي يشتغل على الطرف والباك اه يعني اربعة ترات ترات عشان بس اوضع الكم حركة تراتة الاتنين في النص مثلا لو اعتبرنا اني زيزو امام عشور واحد عن مين واحد عشان في امام عشور ده مثلا هيغطي ولا فتوح عادي على الخط بالزبط كده هو اللي بيغطي باك وفتوح بيخش في قلب الملعب بالشكل فيتحول لفتوح مكان امام عشور وامام عشور مكان فتوح عشان تعمل لغبطة وحالة توهان للخصم وانت بتلعبه دي حاجة التانية اما يبقى عنده نوعية لعيب يعني ايه كلمة بلي ميكر او صنع العاب يعني ايه يعني عنده رؤية كبيرة في الملعب فتوح من النوعية اللعيبة دي اللي عندها الرؤية الكبيرة اللي موجودة في الملعب اللي تقدر تشتغل وتديك الحلول اللي انت مش متوقحها في الملعب زيه زي محمد صلاح زي محمد النني اما يبقى عندي اكتر من حل لا هتلاقي هنا خلاص هنا مفاتيح اللعب بكترة بشكل كبير جدا للمنتخب المصري فعشان كده فتوح مش محمد حمد